من نشرة الأخبار قتل شخص وجرح آخرون باشتباكات بين قوات الأمن ومسلحين من الحراك الجنوبية في مدينة بمحافظة شبوة وافد المراسلون في المحافظة أن المسلحين حاولوا إغلاق مبنى المجلس المحلي في عتق ما دفع بقوات الأمن إلى منعهم من الدخول وافد المراسل بأن الاشتباكات اندلعت بين الجانبين عقب قيام مسلحي الحراك بإضرام النيران أمام البوابة الرئيسة لمبنى السلطة المحلية ومحاولة إغلاقها